جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا على مدار يومين وتمثل المحادثات اختباراً لطهران التي أبدت أخيراً استعدادها للموافقة على التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بشروط والذي يشكل موضع خلاف مع الدول الكبرى ومن بين القضايا الأخرى محل الخلاف بين الجانبين على مدى جولات سابقة مسألة السماح لمفتش الوكالة الدولية بزيارة موقع بارشين العسكري قرب طهران مدير برنامج حظر انتشار الأسلحة بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن قال إنه حصل على صورة لحاوية من داخل الموقع ربما تكون استخدمت لإجراء انفجارات يمكن تطبيقها على أسلحة ذرية يمكن إجراء انفجارات كبيرة للغاية داخل حاوية كهذه قد يستخدم فيها نحو 70 كيلو جرام من المواد شديد انفجار لذا فإنها تستخدم لاحتوي أثار التجارب خاصة الغبار الناتج عن اليورانيوم ولم تسمح إيران مطلع هذا العام لفريق مفتش الوكالة بدخول موقع بارشين من أجل التحقق من إجراء تجارب يمكن تطبيقها في المجال النووي ما أدى إلى تجميد المحادثات وقبيل بدء المحادثات حذرت تهران على لسان كبير مفوضيها النوويين سعيد جاليلي القوى الغربية من أن ممارسة أي ضغوط عليها قد يدر بالمحادثات ودع جاليلي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشيل روكار في طهران دعا المسؤولين الغربيين إلى تجنب التصريحات غير البناء قبل المحادثات حازم الخولي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر